التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا تناول الأوضاع الإقليمية واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطع غزة مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسؤولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير خارجية اليونان جورج جيرباتريتس على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف استشدى 19 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة كما استهدف الاحتلال بالغارات والقصف مخيمية المغازي والبريج وسط القطاع مما أصفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك غزة مما يرفع عدد قتله إلى 529 منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينيين قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محوريها الشرقي والغربي واعتقلت العديد من الفلسطينيين كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رامالله والبيرة بعدد من الآليات وفي طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا ودهمت العديد من المنازل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضربت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تقع إصابات قراء الهجوم الحوثي إلا أن هناك تقارير عن بعض الأضرار يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر يمنية إن طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت عددا من الأهداف للحوثيين بمحافظات الحديدة والتعز وذمار والبيضاء وصعدة أعلنت الخارجية الباكستانية أنها نفذت ضربات ضد أهداف في إيران بعدما شن طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية وقالت الخارجية الباكستانية في بيان إن إسلامباد نفذت سلسلة ضربات عسكرية منصقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سستان بلوشستان الإيرانية مضيفة أن عددا من الإرهابيين قد قتلوا يلتقي اليوم منتخب مصر مع نظره غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول كرة القدم روي فيتوريا أن مباراة غانا ستكون صعبة مشيرا إلى أن المنتخب يعلم ما يجب عليه أن يفعله كان المنتخب الوطني قد تعادل أمام موزنبيق بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى بالمجموعة